أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني قضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني داعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ دعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتدخلوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين للطائفين والعاكفين والركي السجون وإذ قال إبراهيم رب دال هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال أما كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يقفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعد فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم